هناك بعض الأفراد من المسلمين يعرضون مفهوماً للإسلام ينافي القرآن الكريم حيث يتحدث بعضهم عن فلسفة جلال الدين الرومي والبعض الآخر يتحدث عن المثلية الجنسية التي يسميها القرآن الرجز وبعضهم يحل شرب الخمر والبعض الآخر يتبنى السفسطة الداروينية التي تنكر حقيقة خلق الله لكل شيء وهذا الفهم الخاطئ للإسلام الذي أوجده بعض الأشخاص خطر على العالم الإسلامي كله ويجب على المسلمين الانتباه جيداً لهذا الأمر الذي يهدف إلى نشر فلسفة تشويه صورة الإسلام وتعرض له صورة خاطئة وقف كويليام هو مؤسسة فكرية تقيم فعاليات في لندن وذكر في معرض أقامه هذا الوقف والذي يظهر نفسه على أنه يخدم الإسلام معلومات عن العلاقة الجنسية بين الرجل والرجل والتي مدحت في الأعمال التي يزعم أنها تنسب إلى مولانا جلال الدين الرومي والوقف يدافع عن هذا الاتجاه الرومي وفكرة الداروينية وفي مناقشة نظمها وقف كويليام في 21 عبريل 2016 بعنوان التعددية الجنسية في الإسلام تم التعرض للمثلية الجنسية التي حرمها الله وذكرها باسم الرجل وشارك في المناقشة مثليون من إنجلترا يقدمون أنفسهم على أنهم مسلمين وقد تحدث ماجد نواز من مؤسسي هذا الوقف والمدافع عن فلسفة الرومي والداروينية عن هذا النقاش الذي تعرض للمثلية الجنسية على صفحة التواصل الاجتماعي على النحو التالي المتحدثون العظام في هذه المناقشة التي أقامها وقف كويليام بيتر تاتشل ومؤسسة ناز أند مات مؤسسة تدافع عن حقوق الشواذ وخاقان كويرشي وشيرين الفقي وسهيل باك بريك وأسفيا لاهوري وبرادر وقد بيّن الله في القرآن الكريم أن المثلية الجنسية ترجس وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه أن المثلية الجنسية واحدة من أكبر الكبائر بقوله إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم له المتحدثون في الحلقة النقاشية التي أقامها وقف كويليام عن المثلية الجنسية التي حرمها الله آصف لاهور يدافع آصف لاهور عن الرومية والداروينية ويعد آصف لاهور واحدا من المشهورين بالمثلية الجنسية ومعروف بمسرحياته التي تتناول المثلية الجنسية وهو يدير ملها ليليا يتردد عليه المثليون وهو معروف في إنجلترا كواحد من أبرز المثليين آريا آلاجا يعيش في لندن وهو خبير في المثلية الجنسية عبر شبكة التواصل الاجتماعي كما أنه يدافع عن الرومية والداروينية أسرته من إيران وولد في بريطانيا ويعتبر أن المثلية الجنسية شيء مشروع ولذلك يعمل على نشرها خاقان قريشي والده من بين الذين أسسوا الجامع المركزي في برمنغهام يدافع عن الرومية والداروينية ويقر بأنه يعيش المثلية الجنسية منذ 22 عاما وهو يعتبر أن نشر المثلية الجنسية بين المسلمين من أهم أولوياته بواسطة الكتابة والبرامج التي يشارك فيها وتصريحاته كذلك وأسس الكثير من المنظمات الداعية إلى المثلية الجنسية والمثلية الجنسية من وجهة نظر الدين الإسلامي سلوك محرم عرف في القرآن والأحاديث بالرجس يقول الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ويقول كذلك قال إني لعملكم من القالين بيتر تاتشل هو واحد من المثليين الناشطين في إنجلترا وممن شارك في أعمال مع جماعة كويليام وهو وفقا لبياناته الكثيرة الواضحة في عنوين الصحف واحد من أشهر المثليين في إنجلترا وهو في الوقت نفسه يدافع عن الرومية والداروينية ويعمل بيتر في منظمة تالماما المشهورة بالدفاع عن المثلية الجنسية وهو منذ عام 1967 يقيم الفعاليات الترويجية التي تهدف إلى زيادة المثليين ويعد الدراسات التي تهدف إلى تشريع زواج المثليين في بعض الدول يعد مت الذي عاش في لندن مع رجل اسمه ناز حينما كان في الثالث والعشرين من العمر واحدا من المثليين المشهورين في إنجلترا وعلى أثر انتحار ناز الذي كانت له علاقة به أسس وقفا يدعو إلى المثلية تحت اسم منظمة ناز ومات ويقيم الأنشطة من خلال هذا الوقف لتشريع المثلية الجنسية وكانت مؤسسة ناز ومات قد ساعدت في عمل المعرض الذي نظمه وقف كويليام تحت اسم الجنس في الإسلام والذي امتدح المثلية الجنسية وبينما يستشهد مئات المسلمين كل يوم في سوريا والعراق وليبيا ويغرق كل يوم عشرات المسلمين في البحر الأبيض المتوسط فإن الموضوع الذي يستحوذ على اهتمام وقف كويليام هو نشر المثلية الجنسية المحرمة في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الفعل في حديث له بالرجس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل عمل قوم لوط أما في الآية الكريمة فقد عرف هذا الفعل المشين على هذا النحو ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون والميدان الآخر الذي ينشط فيه وقف كويليام في الدعوة للمثلية الجنسية هو نشر الدعوة الرومية والداروينية وتعمل الشخصيات المسلمة المشهورة التي تم إرسالها عن طريق هذا الوقف إلى أماكن كثيرة من العالم على دعوة الناس إلى الداروينية وفكرها الفلسفي وبالرغم أنه لا يوجد في القرآن الكريم أي حديث عن نظرية تطور الأنواع فإنهم كانوا يتحدثون عن هذه النظرية في كل مكان يذهبون إليه كما لو كان يوجد بالفعل شيء اسمه تطور لا وجود لمفهوم تطور الأنواع في القرآن الكريم فمن غير الممكن تشكل أي بروتين مصادفة فالأحفور أيضا يحدد تكونه بأكثر من 700 مليون سنة ولا يوجد أحفور واحد أثبت صدق نظرية التطور وكما أن الجن والملائكة وعصى موسى التي تحولت إلى ثعبان قد خلقوا كلمح البصر دون أن تمر بتطور قط خلق الإنسان أيضا في لمح البصر كما ذكر في القرآن ورغم هذه الحقيقة التي يبرزها القرآن والعلم إلا أن هناك مسعى للمواءمة بين الإسلام والداروينية وتلقين المسلمين إسلاما لا وجود له في القرآن عد حسين مؤسس وقف كويليام الإسم الحقيقي لعد حسين هو محمد محبوب حسين وقد ولد من عائلة في بنجلاديش واختار إسم عد لعدم رغبته في استخدام اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عن الرومية والداروينية بعض المعلومات التي ذكرها عد حسين عن نفسه نحن ننزه الله تعالى والإسلام والقرآن الكريم من جميع هذه التصريحات كنت لا أعتقد في الإله الواحد الذي يريدنا أن نحيا باسمه وفي الواقع كنت لا أفكر حتى في كونه إلها وخلق الله للناس ومجرد استنتاج مرده إلى الناس ومع مرور الوقت ترجعت قناعتي بالله إلى أدنى مستوى وكان قد زال وجود الله من حياتي وكنت قد فقدت ارتباطي بالكتاب المقدس للإسلام وكنت قد فقدت روح الإسلام وحتى الآن كان لي وجهان وشخصيتان وكنت لا أستطيع قبول الإسلام من الناحية المعنوية وكان سبب بعدي عن الله هو عدم وجود إيمان حقيقي بالله في قلبي منذ عشر سنوات وكنت على هذا النحو في ظاهر الأمر وكنت أستخدم الإسلام لأهداف سياسية ولكن في الواقع فقدت حقيقة الإسلام وقال عد حسين بأن مولانا الرومي هو واحد من أبرز الشخصيات التنويرية التي يحبها ماجد نواز هو من مواليد إنجلترا ولكن أصوله من عائلة باكستانية وهو واحد من مؤسسي وقف كويليام حيث كان شريك عد حسين وشارك على صفحة تويتر في الرسوم المتعلقة بالله والنبي عيسى عليه السلام والتي آساءت للمسلمين وهو يدافع عن الرومية والداروينية وله تصريح يقول إن الإسلام ليس دين سلام وظهر له في إنجلترا فيديو التقط في ناد للعرات في يوليو عام 2014 وأحد السمات الشخصية التي تلفت الانتباه عن ماجد نواز هو حديثه الدائم عن المثلية الجنسية التي حرمها الله والتي تعد عملا مشين فهو يدعو في عدة برامج شارك فيها وفي كتاباته إلى المثلية الجنسية ويدافع عنها ويعتبر أنها غير مخالفة للإسلام فمثلا كان موضوع أحد البرامج التي شارك فيها في قناة البي بي سي في عام 2014 هل يكون المسلم مثليا ويدعي ماجد نواز في هذا البرنامج هذا للدعا معارضة الجنس والزواج المثلي قبل الزواج هو فكر متزمت كما أنه يحث المسلمين على قبول جميع العلاقات المثلية المختلفة والزواج المثلي والمثلية من وجهة نظر الإسلام هي سلوك حرام ذكر في القرآن والأحاديث بالرجس ولوطا إذ قال لقومه إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر ويتساءل ماجد نواز في مقالة نشرها في الأوينة الأخيرة لماذا يخاف المسلمون المعاصرون من المثلية الجنسية فلم يكن الوضع هكذا في العصر الذهبي للمسلمين ويستخدم في هذه المقالة صورة رجلين يقبلن بعضهما البعض وحينما يدعي ماجد نواز في مقالته هذه أن عالم مسلم يرى في كثير من الكلام أن المثلية الجنسية أمر طبيعي يقدم مولانا جلال الدين الرومي كنموذج لهذا الموضوع ويستخدم الشغف الشديد من قبل الشخص الذي يدعى أنه مولانا شمس التبريزي وحديثه عن عشقه في أعماله كدليل من وجهة نظره للدفاع عن المثلية الجنسية موسيقى